بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونة استشاري أنف وأدن وحنجرة وباء الكورونا حديث الساعة وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي ولهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل العالم أصبح قرية صغيرة بسبب سهولة التنقل والحركة ونحن في الأردن جزء لا يتجزأ من هذا العالم ونرتبط بعلاقات سياسية وتجارية واقتصادية واجتماعية مع معظم دول العالم ولأن هذا الوباء لا يعترف بالحدود فقد انتقل الأردن عن هذا الموضوع يتفضل الدكتور نبيل نهار ليحدثنا عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي دكتور بسام حقيقة بعدما تفشى الوباء في مدينة وهان الصينية استشعر جلالة الملك خطر هذا الوباء وأمر بإحضار وإجلاء جميع الأردنيين الموجودين في تلك المدينة خوفا على صحتهم وقد حضروا للأردن والمستشفى وحجر عليهم الفترة الزمنية الكافية وكانت نتائجهم سلبية وبعد ذلك صدرت الأوامر الملكية السامية للحكومة الأردنية للقيام بكل ما يلزم من أجل مكافحة هذا الوباء وانتشاره لو لا سمح الله وصل إلى الأردن تم الإعلان عن أول حالة وإصابة بهذا المرض لمواطن أردني حضر من إيطاليا بتاريخ 2-3 وقد تم التعامل معه حسب البروتوكالات المعمول بها عالميا ودخل المستشفى وتمت إجراء الفقوصات الطبية للمخالطين وكانت كلها سلبية والحمد لله ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ 15-3 لم تحصل إصابات في الأردن أما في تاريخ 15-3 فقد حصلت 11 إصابة مؤكدة من مختلف الجنسيات حضروا إلى الأردن أو كانوا موجودين في الأردن بناء على هذه الإصابات التي أصبحت مؤكدة قامت الحكومة بالقيام بإجراءات مختلفة أولها تشكيل اللجنة لإدارة الأزمة وسميت بخلية أزمة من القطاعات المعنية المختلفة وتم حضر السفر إلى عدة دول من الدول المصابة أو التي ينتشر فيها الوباء وتم تعليق الدراسة في الجامعات وفي الكليات الجامعية المتوسطة وفي المدارس والعمل على الدراسة عن بعد بمختلف وسائل التواصل وإغلاق بيوت العبادة والمساجد من مساجد وكنائس وتم أيضا منع زيارة المرضى في المستشفيات وتعليق النشاطات السياحية والرياضية والاجتماعية مع عدى القطاعات الخدمية التي تعنى بالغذاء والدواء في هذه الأثناء وفي خضم هذه الظروف صدرت الإرادة الملكية السامية بتفعيل نظام الدفاع وإعلان حالة الطوارئ وقانون الدفاع رقم 13 سنة 1992 ولكن في حدوده الضيقة وصدرت منذ ذلك الحين ستة أوامر دفاع لإدارة العمل من أجل مكافحة هذا الوباء الذي أصبح يؤرق البشرية جمعا فقد تم إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية وكذلك تم إجلاء المواطنين الأردنيين من كافة الدول في مختلف دول العالم وحظارهم إلى الأردن ووضحهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في فنادق أربعة نجوم وخمسة نجوم وفحصهم ومتابعة وضحهم الصحي على أكمل وجه وأيضا تم إعلان الحضر الجزئي والذي تطور لاحقا إلى حضر كلي في جميع وإعلان تعليق الدوام في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة بما فيها العيادات والمراكز واستقبال الحالات الطارئة في المستشفيات فقط وكان كل ذلك بمتابعة حثيثة من ذد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم